عندي سوالين سوالين السوال الاول انا كنت كنت واصلي وعندي جرح رجلي الجرح دا عمل مدة بعد ما سلد زحر المدة طلع من قبل ما زمن يتوضع قصلت للجرح الدو صحيفة اي حاجة قصلت للجرح الدو صحيفة اي حاجة ما طلع منه اي دم ولا مدة بعد ما مش rivalsshotdest القصف تلع منه المدة شفته بعد ما mitochondrial على المدة السؤال التاني انا فعدني السلاة العزر وجيت المغرب دخل المغرب خلق اسلل العزر اول هاجب بعدك هدخل المغرب وعندما اسلل المغرب بعدك اسلل العزر شكرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومعلا وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزؤلاء جماعة اذا اتوضى ونزل منه دم خاصة اذا كانت دم يسيرا يعني حبت فقعت او كذا او كذا صلاة صحيحة ووضو صحيح الوضو ليعيد شنو الصلاة اما بالنسبة للسؤال التاني كونه ما صلى العصر وجوقت المغرب هل يبدأ بالعصر ولا يبدأ بشنو بالمغرب فاولة النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس الى المحافظة على الصلوات جميعا وعلى صلاة العصر والفجر اكد صلى الله عليه وسلم او رغب زيادة في المحافظة على هاتين الصلاتين كما في صيح البخاري ومسلم من رواية ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة يعني لو حافظت عليه صلاة الفجر في جماعة وصلاة العصر وبعضهم قال صلاة العشاء فاذا من اسباب دخول شنو الجنة وجاء في صيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلجى النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس يعني الفجر وقبل غروب الشمس يعني العصر اما الانسان اذا اخر صلاة العصر لسبب شرعي كأن ينام نام والوقت جو مشى ففي حال زيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال في صيح البخاري من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ما ذكرها فان ذلك وقتها لا كفارة لها الا ذلك ان ذلك وقتها لا كفارة لها الا ذلك يعني تصلي العصر اول شي بعد ذاك تصلي شنو المغرب يعني نمت بالعصر لحد جازا المغرب صلي العصر اول شي ذا الترتيب بعد ذاك شنو المغرب في اجتهادات لبعض الفقهاء انه اذا خشي خروج الوقت بالنسبة للصلاة الحاضرة فانه يبدأ بها ثم يأتي بشنو بالصلاة اما قصة النفاتة صلاة العصر انتظر ليلي يوم التاني صليها مع صلاة العصر التاني فديما بتجوز وديما صحيحة في شرع الله سبحانه وتعالى